اشتركوا في القناة لعبة يعني هتبقى زي لعبة للاطفال بقى مش هتبقى ميداليا هتبقى كبيرة هي دماء خفيف خالص كده وزريفة وكيوت خالص كده زي ما انتم شايفين هنحتاج فيها خيط بني وخيط اصفر وحتة سودة صغننة خالص علشان الحواجب وحتة بيضة برضو صغيرة علشان نعمل بيها البق ده تمام بس كده وهنحتاج ابر التنظيف وابرة الكروشي طبعا وشوية فايبر وقادي السيفتي ايز المقاس اللي انا هستخدمه ماشي اهو مقاس مش هارفها ده اربعة ولا خمسة بصراحة انا متلخبطة هو صغير كده هتأكد لكم من المقاس وقول لكم ان شاء الله قبل نهاية الفيديو انا زي ما قلتلكم هشتغل بديفا بس انا طبعا الاصفر عندي ملفوف والبني ملفوف جور وهشتغل بابرة واحد ونص لو انت ايدك واسعة في الغرز اشتغلي بواحد ورب هنشتغلها طبعا اجزاء اجزاء وبعدين هنتجمع في الاخر هنسمي بالله بقى ونشوف هنبتدي بايه هنبتدي ان شاء الله بامر الله مع بعض بالراس طبعا زي ما احنا شايفيه كده الراس لونها اصفر فيه ناس ممكن تحب تعمل الزرافة بلون تاني خلص غير الاصفر شفت ناس عاملينها زرقه اللي هو لبني بس هو اللون المتعارف عليه للزرافة هو الاصفر هنبتدي بالراس هنعمل دايرة سحرية او دي بس هو دي التثبيت للدايرة بحب اعمل بعد كده هشتغل في قلب الدايرة السحرية دي من جوه هشتغل فيها ستة حشو ايدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعدين هقفل الدايرة بتاعتي كويس جدا عشان ما يبقاش فيه هنا فراغ هقفلها كويس وبعدين دايما العلامة بتاعتي علامة الغرز بتاعتي دايما في الامجرومي هي فتلة اوعي تحطي في الامجرومي علامة بلاستيك او بنس او اي علامة بتعلمي بيها في شغلك العادي في الامجرومي لا عشان هتعمل مكانها فراغ الامجرومي العلامة بتاعته هي فتلة خيط من اللي انت شغلة بيه بلون تادي تمام بعد ما شديت الخيط كويس هحط العلامة بتاعتي عند اول غرزة هشتغلها وخدوا بقى لكم هنشتغل السطر ده على الخيط اللي هو القصير اللي معانا علشان خاطر نأمن الشغل كويس هنشتغل الاول في كل غرزة من الست غرز اللي عملناهم دول هنشتغل فيها اتنين حجو عشان يبقى معانا في النهاية اتناشر غرزة ايه دي اول غرزة وايه دي التانية في نفس الغرزة واللي بعديها برضو اتنين حجو في نفس الغرزة هكمل كده لنهاية السطر في كل غرزة اتنين عشان يبقى معايا اتناشر غرزة بعد ما خلصنا السطر ده هنشيل العلامة ونحطها ونشتغل دلوقتي واحد حجو واحد حجو وفي اللي بعديها تزايد تزايد يعني اتنين حشو في نفس الغرزة لاني اتسألت قبل كده في فيديو من فيديوهات الخروف يعني ايه تزايد يعني اتنين حشو في نفس الغرزة بعد كده الغرزة اللي بعدها وحدة بس حشو اللي بعدها تزايد علشان في نهاية السطر ده يبقى معايا تمنتاشر غرزة يخد يبالك احنا بنعد غرازنا على طول لو بتلخبطي علشان تعرفي وتتأكد ان شغلك صح. هخلص السطر حشو تزايد حشو تزايد ونرجع مع بعض. بعد كده هنشتغل اتنين حشو تزايد عشان يبقى معانا اربعة وعشرين غرزة في نهاية السطر. ادي واحد. بعدين تاني غرزة. في التالتة هنعمل فيها ايه? تزايد. هنشتغل طول السطر كده. اتنين حشو تزايد. عشان يبقى معانا اربعة وعشرين غرزة. نخلصهم. نحشو هدي التزايد. خلصهم ونرجع مع بعض. بعد كده هنشتغل تلاتة حشو تزايد عشان يبقى معانا تلاتين غرزة. ادي واحد. اتنين. تلاتة وبعدين في الربعة هنعمل تزايد. وهكزا بقى لنهاية السطر تلاتة حشو تزايد. عشان يبقى معانا تلاتين غرزة نخلصهم ونرجع. بعد كده هشتغل اربعة حشو تزايد عشان يبقى معايا ستة وتلاتين غرزة. ايدي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعدين هعمل تزايد في الغرزة الخمسة. وهكزا بقى لنهاية السطر. اربعة حشو تزايد. بعد كده هشتغل تمن ادوار سبات في كل دور ستة وتلاتين غرزة. يعني ايه سبات? يعني ما فيهمش اي تزايد او نقص. هشتغل تمان ادوار. ايدي دور وهشتغل بعد منه سبع ادوار. ستة وتلاتين غرزة. هنخلص ادوار السبات. التمن ادوار. ورا الكاميرا. عشان مدة الفيديو ما تطولش. ونرجع ان شاء الله بامر مع بعض. هنا وهي بعناية بعد ما خلصت ادوار السبات. هنيجي نركب السفتي ايز. هنعد كام سطر? احنا عايزين نركبها ما بين السطر العاشر والحد عشر. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة نسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. ادي السطر العاشر وادي الحد عشر. هنحطها هنا. هنعلم ازاي ما بين ما بين السطرين اهم. هنعلم ازاي. بدبوس ابرة هنحطه مكان اول عين. وبعدين هنعد اربع غرز. طبعا انتي بتحطي اول عين في اي مكان. لان هي خلاص هي دائرية. في اي عين هتحطي اول عين. بعد كده هتعدي اربع غرز واحد. اتنين تلاتة اربعة. وفي الغرزة الخمسة هنحط الابرة الثانية. الدبوس التاني. واحد اتني تلاتة اربعة. الخمسة هنحط الدبوس التاني. الدبوس التاني لونه اصفر. تمام يا بنات? طبعا مصمار الدبوس زي ما انتم شايفين كده كبير. طيب هعمل ايه? هشيل الابرة بتاعتي دي. انا خلاص عرفت مكان الغرزة. وهي جيب ابرة الكروشي اللي انا شغلة بيها هدخل في الغرزة دي اوسعها. يعني ايه اوسعها? يعني هدخل كده. لنهاية الهوك بتاعي. ماشي. فده كده. هيوسع لي المكان. بصوا عملت ثقب كده اهي. وبعدين تدخلي السفتي بتاعتك. وتلف فيها كويس. هتدخل. هزقها بس الاول. انا بس ايه? هركبها ورا الكاميرا عشان املك الغرز. انتي هتدخلها ما تزوقيها كويس. انتي عاملة الفراغ اهو. هتزوقيها كويس هتدخل. ومكان كده ركبت اول واحدة مكاني التانية هنعمل نفس اللي عملناه. هنوسع برضو. الابرة كده. ونوسع الغرزة. بالابرة بتاعتنا ونركب العين التانية. هتوسعها كده كمان. وبابرة اكبر شوية برضو. واسعي. الفتحة بقت باينة اهي. هركب بقى العين التانية. بعد ما ما ركبت العين كويس اهي يا بنات. باجي من جوة وبركب الكليبس بتاعها. بقفلها بالكليبس بتاعها. ما بتقفلي بيه كده بيعمل تكة كده بس ايه طبعا صوتها مش بيه. اهي. بعد كده بقى هعمل احنا كنا عاملين وصلين لاربع حشو تزايد هنعمل اربع حشو تناقص. السطر ده هيبقى اربع حشو تناقص. طبعا التناقص في الامجرومي بيبقى تناقص خفي. ادي اول واحدة. التانية. التالتة. الربعة. وبعدين نعمل تناقص. التناقص في الامجرومي ازاي الغرزتين اللي هنعمل فيهم تناقص. بناخد اللفة الاولى من الغرزة الاولانية. وبعدين اللفة التانية الاولى برضو من الغرزة التانية. بقى معينا لفتين اهم على الابرة غير اللفة الاساسية. هاخد لفة من الخيط على الابرة واطلع من اللفتين دول. هيتبقى معي لفتين على الابرة اخد لفة واخرج منهم. كده انعملت غرزة تناقص خفي. هعملها معيكو تاني. اربعة حشو تناقص. ايه دي? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وبعدين تناقص. اللفة الامامية او الفرانت لوب مع الفرانت لوب اهم. اللفة الامامية في الغرزة دي. اللفة الامامية في الغرزة اللي بعدها. واخد لفة على الابرة واخرج من اللفتين مع بعض. بعد كده اخد لفة واخرج تاني. هكمل بقى بنفس الطريقة دي. اربعة حشو تناقص لنهاية الدور. ونرجع مع بعض. بعد ما خلصنا هنعمل. هدي كده هنشتغل تلاتة حشو تناقص. ايه دي واحد. اتنين. تلاتة. تناقص. لنهاية الدور بقى تلاتة حشو تناقص ونرجع مع بعض. بعد ما خلصت السطر وابتدت طبعا تقفل معي الراس. هنعمل ايه? هنبتدي بقى نحشي علشان المكان ما يديقش اكتر من كده. ما تعرفيش تحشي كويس. احشي كويس جدا. مش عايزين هتبقى مكالكة. شايفين هي بصوا مكالكة كده من اماكن. كل ده هنفرده. وإحنا بنحشي كويس الراس. هحشيها بقى كويس وارجع لكم. فهي بنات بعد ما حشيت الراس. هنعمل بعد كده اتنين حشو تناقص. حط العلامة. ودي واحد. خد يبالك وانت شغالة عشان ما تخديش معاك فيبر برا الشغل. اتنين. وبعدين نعمل التناقص الخفي بتاعنا. ونكمل لنهاية السطر اتنين حشو تناقص ونرجع دين. بعد ما عملنا اتنين حشو تناقص هتلاقي انك برضو لسه كده السطر اللي تبنى ده هيبقى محتاج تحشي تحته. الحشو يا بنات هو ميزان الشغل. تزبطي شغلك بالحشو. تمام؟ بعد كده السطر اللي عليه الدور هيبقى ايه؟ بديه كده هيبقى واحد حشو. تناقص. ادي واحد حشو. وبعدين تناقص. وهكزا بقى لنهاية السطر. واحد حشو تناقص ونرجع. بعد ما خلصنا واحد حشو تناقص تزبطي بقى لو انت محتاجة آآ تحشي تزبطي الحشو بتاعك. وبعدين كده الشغل في الروس خلص. هعمل منزلقة. وبقص حتة من الخط طويلة واقطع. آآ بقى سيب حتة قصدي من الخط طويلة واقطع. علشان هحتاجها في التثبيت. وادي كده اول جزء معاية في الظرافة اتعمل. بعد كده نشتغل مع بعض الايد. الايد هنبتديها بالخيط البني. طبعا بنفس الابرة اللي احنا شغالين بيها. خيط البني. هنعمل مع بعض برضو دايرة سحرية. ونشتغل فيها ست غرز حشو. ايدي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بعد كده بشد الخيط زي ما عملنا في الراس بشد الخيط كويس. طبعا انا عارفة ان الجزء البني ده التصوير فيه مش هيبقى باين. بس غزبا عني هو لون اساسي. بعد كده هشتغل السطر ده واحدة. حشو تزايد. واحدة. حشو تزايد. حطيت العلامة بتاعتي اهو. وبرضو بشتغل على الطرف القصير معي علشان. اثبت الشغل كويس. هشتغل فيه اول غرزة دي. غرزة. حشو. واللي بعدها تزايد. ادي اول غرزة. واللي بعديها تزايد. عشان يبقى معي كيم غرزة يبقى معي تسعة. تزايد ادي غرزة وادي التانية في نفس الغرزة. وهكزا بقى. غرزة واحدة حشو اللي بعدها تزايد لغاية العلامة ونرجع. بعد ما بتعملي السطر ده بتلاقيها برمت معيك كده برمت يعني ايه? الشغل التانى كده. انت يزبطيها على عدلتها. حاول تتكي عليها كده. على عدلة الشغل علشان ما ما يطلعش السوق على قلبة الشغل او على دهره. بعد كده السطر ده هشتغلوا السطر سابت في تسع غرز ما فيوش اي تزايد او طموص. هشتغل السطر ده. تسع غرز واعدي غرز كده. واحد. اتنين هشتغل التسع غرز وارجع لكم. في الغرزة التسعة هنعملها بس مش هنكملها. عشان هنغير الخيط. ايه دي? الغرزة التسعة هدخل. وماكملش هستنى كده. واجيب الخيط الاصفر. واسحب الغرزة بالاصفر. وتشدي كده الخيط البني تقفلي عليها. وهعمل سبع سطور سبتين بالخيط الاصفر. فيهم كام غرزة فيهم تسع غرز اصفر. ايه دي? واحد. اتنين هشتغل غرزتين تلاتة كده على الخيط اللي معايا. تلاتة. اكمل السطر وارجع لكم. طبعا انا في نص السطر كده بعد ما اشتغلت شوي على الخيط قطعت البني. هشتغل كم سطر بعد السطر ده? ست سطور باللون الاصفر. عشان يبقى مجموع. اللون الاصفر سبع سطور. بس فيه حاجة مهمة جدا انا هعملها. بعد ما هشتغل سطرين كده من الاصفر. هحشي الجزء البني فقط. الجزء البني في الايد فقط اللي هيتحشي. ماشي? فانتي ايه ممكن تحشي دلوقتي? تحشي بس كمان سطرين. ما تكمليش لنهاية الايد وبعدين تفكري تحشي. مش هتعرفي. تمام? فاحنا بعد ما بنشتغل سطرين كده. بندخل الخيوط بتاعتنا دي. جوه الشغل. الخيوط اللي هي الزواية دي. بتدخليها. جوه هنا. وتحشي الجزء البني بحطة فايبر صغيرة بس كده علشان تخلي ايه? تدي له التدويرة دي كده. كده. بس الايد كلها مش مش محشية. الحتة البني فقط هي اللي بنحشيها. هحشيها وخلص بقية السطور اللي في الايد. هشتغل زي ما قلنا اجمالي السطور السفرة هتبقى سبع سطور. هخلص السبع سطور ونرجع مع بعض ان شاء الله. ما خلصت هنا السبع سطور كده انا خلاص. هعمل اخر مرحلة. هحط الايد كده على بعضها. وهدخل في الغرزة دي. وما يقابلها واعمل غرزة حشو. واللي جنبها الغرزة وما يقابلها واعمل غرزة حشو. واقفلها كده من فوق بتلت غرز حشو. بس كده. وبرضو بسيب. جزء طويل للخياطة. وبقفل الشغل بتاعي. وطبعا الايد بعمل منها اتنين. ايدي الايدين. هنكمل مع بعض شغل يا بنات ودلوقتي هنعمل الازن. هنشتغلها باللون الاصفر. وهنعمل حلقة سحرية. ادايرة سحرية. كل دي اسامي لها. بعد ما نعمل الدايرة السحرية. هنعمل فيها خمس غرز حشو. ايدي? واحد. اتنين. تلاتة. اربعة خمسة. بعد كده هنشد الدايرة بتاعتنا كويس جدا. طبعا دايما بنشتغل عالطرف الصغير معانا علشان خاطر نأمن الشغل. ونجيب العلامة بتاعتنا كالعادة اللي هي فتلة. بنبه كتير يا بنات. الامجرومة ما بتحط الوش على مات غرز بيتحط فتلة. بعد كده بعمل اول غرزة فيها حشو. بعد ما خلصنا الخمسة اللي في الماجيك رينج. اول غرزة فيها حشو. والتانية كذلك فيها حشو. بنعمل الاولى حشو. والتانية حشو. والتالتة تزايد. تمام? التالتة تزايد. يعني غرزتين في نفس الغرزة اتخذها. وبعدين الرابعة والخمسة بنعمل فيهم كل واحدة حشو. يعني الدور ده حشو حشو. تزايد حشو حشو. بصوا بعد ما بتعملي كده بتلاقي. بصوا اتقوصت لفوق كده. قبل ما بتكملي شغل بتمسكيها. تتنيها كده علشان خاطر ما تشتغليش على ضهر الشغل. اتنيها كده خلي الجزء او وش الغرز لبرة. قادي ليه كده. علشان تشتغلي يعني يبقى سهل عليك الشغل. تمام? بعد ما عملنا حشو حشو تزايد هنعمل حشو الغرزة اللي عليها الدور. الربعة حشو. بالخمسة برضو حشو. كده بقى معينا كام غرزة? ستة. الدور الجاي هنعمل ايه? هنعمل تزايد في كل الغرز. عشان يبقى معينا اتناشر غرزة. تزايد في كل الغرز. يعني في كل غرزة هنعمل فيها اتنين. دي واحد وقادي التانية في نفس الغرزة. هخلص الدور وارجعلكو تزايد في كل الغرز. بعد كده احنا دلوقتي خلصنا الدور ده على اتناشر غرزة. هنعمل خمس سطور سبات في كل سطر اتناشر غرزة. طبعا احنا عارفين يعني ايه سبات? اسطر السبات هي الاسطر اللي ما فيهاش اي تغيير. سبتة يعني لا تزايد ولا تناقص. هنعمل خمس سطور سبات اتناشر غرزة. ونرجع مع بعض. هنا بعد ما عملت خمس سطور السبات هتبصت لقى بقى شكلها كده. عمل زي الارتاز كده. بعد ما خلصنا سطور السبات كده خلاص الازن كده خلصت بتسيب حتة من الخيط علشان خاطر. هنربط. هنخيطها في الشغل لما نخلص. تمام? طبعا هتعملي منها اتنين. هتمسيكيها كده. ده خد بداية الشغل انا بس سيبه في قلبوم. هتمسيكيها كده. تبططيها وتتنيها كده. شايفة ازاي? اهي انا بططها اهو. وتانيتها كده. وهتجيبي ابرة. ونخيطها هوريكو ازاي. نقفلها في بعض بس. بتجيبي اي ابرة خياطة. ابرة التنظيف بتاعتك. ماشي وتشبكي فيها الخيط. طرفه. وتتني دي زي ما قلنا كده. وتدخلي في الحرف بتاعها من هنا كده. في الحرف ده. وتشدي الخيط بتاعك. هتقوم متنية كده على بعض. غرزتين بس تثبيت كده تثبتي التانية دي. للأسف الابرة كبيرة. اهو. بس كده. هتعملي في دي كده. وفي التانية برضو كذلك نفس الموضوع. علشان تاخد الشكل ده. لما نركبه. تمام? خلصنا الازن. هنعمل القرنين او القرون او زي ما بتسموها دول. هنبتدي بالخيط البني. هنعمل ماجيك رينج زي ما قلنا هنبتدي بالخيط البني. هنعمل ماجيك رينج او دايرة سحرية. حلقة سحرية زي ما بتسموه. وهنشتغل. في قلبها. تمن غرز حشو. ايجي واحد. اتنين. تلاتة. ممسة. ستة سبعة تمانية. ونشد. نقفل الدايرة بتاعتنا. وطبعا وانا بشتغل دلوقتي الغرز مش هتبقى بينالكو للأسف لان اللون البني ما بيبانش في التصوير. بس انتو ايه الموضوع مش سعب يعني. بعد ما عملنا تمن غرز حشو هشتغل فوقهم سطرين برضو هم نفس التمانية. يعني هشتغل كمان سطرين فوق الغرز الحشو دي. في كل غرزة غرزة واحدة. عشان يبقى مجموحهم كل سطر في تمن غرز. هشتغل السطرين وارجع لكم تاني. واحد تمام هشتغل السطرين ونربح. سطرين فيهم تمن غرز. بعد بعد ما خلصنا سطرين السبات اللي فيهم. آآ تمن غرز. الغرزة الاخيرة مش هنقفل هنغير عندها اللون. للون الاصفر. تمام كده. نشدي الغرز كده. وبعدين نشتغل غرزة حشو. وبعدها غرزة. حشو. بكده اتنين حشو. وكمان هنعمل طبعا بنشتغل على الفتلتين معينا. الاصفر الحتة السفرة والبنية سطرين آآ غرزتين كده بس عشان نسبتو. غرزتين حشو. وفي التالتة برضو غرزة حشو. كده عملنا تلتة غرز حشو. بعد كده هعمل غرزة واحدة طبعا احنا بنشتغل عارفين التناقص الخفي. عملنا كزا مرة. هنعمل غرزة طناقص. وبعدين هيتبقى معينا تلتة غرز حشو. هنشتغلهم عادي تلت غرز حشو. يعني السطر ده تلاتة حشو تناقص تلاتة حشو. عشان يبقى معي في الاخر سبع غرز. هكمل كده هنا التلاتة حشو. بعد ما خلصت السطر ده انا معي هنا اطراف خيوط. هزنقها في الجزء البني ده. ولو آآ يعني لو الاطراف الخيوط اللي عندك مش طويلة زي كده. ممكن حتة فايبر صغيرة بس صغيرة كده اهو. واتدخليها في الجزء البني ده. مش هنحشي الا الجزء البني. علشان بس يتدور ياخد شكل الدايرة كده. تمام? انا محتاجتش احشي فايبر يا دوبك دخلت. الخيوط الزيادة معي اتدورت اهي. بالراحة كده بتدخليها بسن المقص الصغير بتاعك. لو ما عنديكش مقص صغير ما فك اي حاجة تعملي بيها. بعد كده هشتغل تلات سطور سبتين زي ما احنا باللون الاصفر. سبات. انا معي سبع غرز. هشتغل تلات سطور سبات. كل سطر في سبع غرز. باللون الاصفر زي ما انا. ونرجع تاني. اهي بعد ما خلصت يا بنات. هنعمل ايه? هنقطع. برضو هنسيب حتة خط طويلة شوية علشان خاطر. نخيط بيها. خلاص كده. وبرضو زي ما قلنا هنعمل منها اتنين. يعني الازن اتنين والقرون اتنين. كده احنا عملنا مع بعض. الازن والقرنين. وعملنا الادين. هنبتدي نعمل في الرجول بالجسم. الارجول هنبتديها باللون البنية. هنعمل دايرة سحرية. وفيها ست غرز حشو. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وبعد كده بنشد الخيط بتاعنا الفقل اللي هو القصير نشده كويس. وبعدين العلامة بتاعتنا. او الفتلة بتاعتنا نحطها. والسطر دا هيبقى غرزة واحدة حشو خمسة زايدات. عشان يبقى اجمالي السطر معانا. حدوشر غرزة. اول غرزة هنشتغلها غرزة حشو. واحدة. والخمس غرز اللي بقيين كلهم فيهم تزايد. ادي واحد التانية في نفس الغرزة. وهكذا. خمس تزايدات متتالية. نخلصهم ونرجع. السطر خلاص خلص. هنشتغل السطر اللي بعديه. سطر سابت مكون من حدوشر غرزة. احنا كده معانا حدوشر غرزة هنشتغل السطر ده. سطر سابت حدوشر غرزة. وخلو بلكو الغرزة الاخيرة ما تقفلهاش عشان هنغير الخيط بعد بعد السطر ده. هنشتغل حدوشر غرزة. بعد كده زي ما قلنا الغرزة الاخيرة ما نقفلهاش عشان هنغير اللون. غيرنا اللون للاصفر هنشتغل 4 سطور سابت في كل سطر. 11 غرزة. احنا معانا دلوقتي. 11 غرزة. هنشتغل فيهم كلهم كل غرزة غرزة واحدة. يعني هعمعايا كده دلوقتي بسم الله هشتغل زي ما قلنا بالاصفر اربع سطور سبتين بالاصفر طيب الرجل بعد ما خلصها هو اربع السطور كده هكون خلصت الرجل هتعملي ايه بعد ما تشتغل الاربع سطور سبتين الاصفر هتخلص الاربع سطور وتقطعي الخيط من الرجل دي تمام وتقفليها وتسيبيها الرجل التانية هتسيب الخيط موصول بالبكرة عشان هنشتغل بعد كده الجسم يعني رجلة هتبقى قطعة منها الخيط والتانية موصول فيها الخيط هخلص الرجل دي وارجع برضو اوريكم هنعمل ايه زي ما قلتلكو يا بنات عملنا الرجل الاولى وقطعت الخيط التانية عملتها والخيط زي ما هو مشبوك ما قطعتوش تمام بعد كده بجيب انا كده خلص عملت زي ما قلنا الرجل دي اهي كده بعمل سلسلة الاول كده بين الرجلين سلسلة وبعدين بجيب الرجل التانية ومن جنب الغرزة اللي قفلت فيها كده بدخل هنا علشان اشبك لاتنين ببعض واعمل منزلج واشتغل برضو غرز حشو على الرجل دي هشتغل الكام غرزة حشو الرجل كانت كانت هنا كطرها كام غرزة حداشر الغرزة اللي قفلت فيها بمنزلجة برضو هدخل اعمل فيها غرزة عشان انا عايزة هشتغل ايه حداشر غرزة حشو دي كده هتعتبر الغرزة الاولى معيا في السطر هحط العلامة الغرزة اللي هعملها الاولى الحشو الاولى دي دي هتبقى غرزتي الاولى هعمل فيها غرزة حشو اي دي اول غرزة من الحداشر وبعدين اتنين هشتغل الحداشر غرزة على الرجل الاولى وارجع لكم خلصت الحداشر غرزة اللي على الرجل الاولى بتقابلني ايه السلسلة اللي احنا عملناها هنا بين الرجلين هنعمل فيها في السلسلة دي هنعمل فيها ايه اتنين حشو. يعني هنعمل تزايد فوق السلسلة دي. ايه دي? ابرى شبكة. واحد وادي تاني غرزة. فوق السلسلة اللي في منتصف الرجلين. ايه دي اتنين. عملنا كده غرزتين حشو. بعد كده بشتغل فوق الرجل التانية بشتغل ايه? حدوشر غرزة برضو عشان اوصل الفة حوالين. الرجل كده بالحدوشر غرزة واوصل تاني عند منتصف السلسلة هن. خلصنا الحدوشر. اللي على الرجل التانية. وصلنا الغرزة اللي عند السلسلة اللي في منتصف القدم دي برضو هنعمل فوقها من الجهة التانية هنا هنعمل ايه? برضو اتنين حشو. الشغل في الحتة دي اصلا ريخم شوية بس ايه? كل ما دخل الابرة تروحين واحدة هنعمل ايه? ايه دي واحد ايه دي اتنين اتنين حشو. كده السطر بتاعي ده خلص. اجمال الغرز كده معايا دول كام غرزة? ستة وعشرين غرزة. ليه ستة وعشرين غرزة عشان الرجل دي عليها احداشر غرزة. والرجل دي عليها احداشر غرزة. ادي كام اتنين وعشرين غرزة. وعملنا على السلسلة من الجزء ده. اتنين يبقى كام اربعة وعشرين غرزة. ومن النحية دي اتنين يبقى كام? يبقى كده معايا اجمالي. الدور ده ستة وعشرين غرزة. تمام? هشتغل بقى ايه? هشيل العلامة بتاعتي. وحطها. شبكة في الخيط. هشتغل كام فوق السطور دي. هشتغل ست سطور. مجموع الست السطور دول. دو هتبقى سطور سبات. في كل غرزة هتبقى آآ ستة وعشرين غرزة. هشتغل داير ميدور كده. ست سطور سبات في كل سطر ستة وعشرين غرزة. نخلصهم ونرجع. طبعا بنحط العلامة بتاعتنا كل سطر. خلصهم بس انا هزبط لان انا طلع عندي هنا. دي طلعت كده فوق الغرزة هنضفها. وارد تحصل الحاجات دي واحنا شغالين. دي من الخيط اللي انا سايبها جوه الشغل. تمام يا بنات هنشتغل كام سطر ست سطور كل سطر ستة وعشرين غرزة ونرجع. انا قلت ارجع لكم بعد ما شلت الحتة الخيط اللي كانت هنا بنحط اه قلت اه 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 يعني اه ارجع اشواء ازبطها معيكم عشان الناس المبتدئة. احنا خلاص حطينا العلامة هنشتغل فوق الغرزة هنا اهي غرزة حشو عادي هنشتغل بقى داير ميدور زي ما قلنا الكام غرزة الستة وعشرين غرزة ست سطور سبات شوف ان قلت كزا مرة هون. ستة وعشرين غرزة عدي غرزك مهم جدا 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 تعدي غرزك. علشان ما تطلخبطيش لان لو تلخبطي غرزة زادت او نقصت هيغير شكل الجسم نفسه. هخلصهم ونرجع. ستة وعشرين غرزة ست سطور سبات. وقادي الشكل يا بنات بعد ما طلعنا الست سطور اللي اشتغلناه. هنعمل اي دلوقتي? هنحشي لان احنا كده فوتنا كتير محشناش. هنحشي بالفيبر وناخد بالنا كويس قوي. تدخلي الحشو في الرجول. الاول. هنا. احشي الرجل هنا الاول كويس. خدي بالك احسن المقص يقطع لك لو بتحشي زي بمقص ليقطع لك الغرز. هحشي انا بقى الرجلين واحشي المكان ده وارجع لكم. بعد ما خلاص حشينا يا بنات السطر ده احنا كده معانا زي ما قلنا مجموع غرزنا ستة وعشرين غرز. السطر ده هنشتغل. غرز لغاية الجنب. نعمل في الجنب ده تناقص وفي الجنب ده تناقص. بالنظر كده. يعني هنشتغل كده. هدي غرز هنوصل نشتغل لغاية ما نوصل للجنب. كده الغرزتين دول في الجنب بقى هناخدهم تناقص. هكذا بقى هشتغل لغاية الجنب التاني. احنا كده الغرزتين دول الجنب نعملهم تناقص. كده تناقص والجنب التاني. ما اشتغل بقى غرس حشو لغاية العلامة. كده بعد ما عملت انا غرزتين التناقص دول بعد ما كان معي ستة وعشرين غرزة بقى معايا اربعة وعشرين غرزة حشو. هنشتغل تلت سطور سبات على اربعة وعشرين غرزة حشو. تلت سطور سبتين اربعة وعشرين غرزة حشو نركح. بعد ما خلصنا يا بنات سطور السبات هنشتغل السطر ده. اتنين حشو تناقص ست مرات. عشان يبقى مبنوع الغرز معينا تمنتاشر غرزة. اتنين حشو تناقص. بعدين اتنين حشو تناقص. وهكذا بقى لنهاية السطر. اتنين حشو تناقص. هنخلص السطر ونرجح. بعد ما خلصنا السطر هنشتغل السطر ده واحد حشو تناقص. عشان يبقى معينا كام اتناشر غرزة. دي واحد حشو. واللي بعدها تناقص. هنكررها لنهاية السطر. هما هيبقوا ست مرات. ايدي واحد حشو. تناقص. خلص السطر. بعد ما خلصنا واحد حشو تناقص. المكان ده بيبقى كام غرزة او السطر اللي احنا وقفين فيه كام غرزة اتناشر غرزة. هنحشي بقى لان احنا ما حشيناش الجسم. بتحشو بقى الجسم كويس. هنحشيه ونرجع. دلوقتي بقى يا بنات هنشتغل تلت سطور سبات اتناشر غرزة في كل سطر. تلت سطور سبتين في كل سطر اتناشر غرزة. هنخلص الثلت سطور. ونرجع ان شاء الله. كده هو الجسم خلاص خلص معي. بس طبعا بتحاولي تحشيه الجزء بتاع الرقبة ده. وطبعا بيبقى الحشو فيه آآ صعب شوية. بس بيفضل انك تحشيه. طبعا سمعيك ياللي قاعد هناك بتقولي الله الجسم ده صغير ليه عن اللي انت عن الظروفة اللي انت عمليها يا اميرة. ماشي. انا بقى عايزة اوريكو. ليه الفرق ايه. دي. دي فابلس ودي ديفا. شايفين الحاج. بس بالنسبة لميداليا بالديفا شكلها آآ آآ لسة بقى لما تكمل طبعا. شايفين فرق الجسم. هي حتة صغيرة خلص. يعني بصوا شايفين. حتة صغيرة فرق بينه. نكمل بقى حشو ونرجع عشان نركب الاجزاء مع بعض ان شاء الله. بعد ما خلاص حشيت نجيب احنا كده بقى ايه معانا اجزاء الظروفة. الجسم. الراس. الادين. آآ الادين. الودنين. لسه الودن التانية ما خيطتهاش. والقرنين. لسه في حاجة كمان ما عملناهاش. لسه ايه. لسه. البقع اللي هي دول. والبق. اللي هنعمله بالخيط الابيض. هنعمل البق الاول قبل ما نشبك افضل. انا كنت هشبك الاول. لا نعمل البق الاول قبل ما نشبك. بالخيط الابيض هنعمل ماجيك رينج. وفيها ستة حشو. ستة حشو نقفل. وفوق الستة حشو هنشتغل في كل غرزة. غرزتين. علشان يبقى معينا اتناشر غرزة. بس لنقفل دي غرزة. هنشتغل فوق كل غرزة اتنين عشان يبقى معينا اتناشر غرزة. خلصهم. بعد ما خلصنا تزايد في كل الغرز هنعمل السطر ده تلاتة حشو تزايد. تلات مرات. ادي واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين تزايد. تلاتة حشو تزايد. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين نعمل تزايد. وبعدين تلاتة. تلاتة كده حشو. وبعدين الغرزة الاخيرة تزايد. خلص خلصت السطر ده كده على خمستاشر غرزة. هشتغل سطر سبات خمستاشر غرزة. ويبقى كده البقء ده كده خلص. هقطع الخيط بس اسيب جزء طويل للخياطة. خلص السطر على خمستاشر غرزة حشو. نهي خلص خلصتها. نسيب جزء زي ما قلنا. علشان الخياطة. ونقطع الخيط. هنبتدي يا بنات بتثبيت الاجزاء. هنجيب الراس والجسم. وهنحطهم كده. خدي بالك كويس قوي. وانتي هتخيطي الغرز في بعض ان العينين تبقى قدام. كده. وقت تمسك تمسكي بس انت خيطي تبصي تلاقي نفسك مخيطة كده. او مخيطة كده. مثلا. ماشي. اركزي انك تكوني مخيطة كده. هنعمل ايه. هنجيب الخيط بتاعنا اللي احنا كنا سايبينه الطويل. ونجيب ابرة تطريز كده او ابرة اللي احنا بنخيط بيها او ابرة تنظيف طويلة كده. وبسن غرفية. اه. ماينفعشي ابدا 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 اوعي تفكري انك تخيطيها بابرة التنظيف البلاستيك. ماينفعش. هلضمها بس. اهي بعد ما لضمتها. هنحط الراس هنا. على الجس. تمام. وهنلقط غرزة قدام غرزة ونخيط. هيا بنات غرزة قدام غرزة. ونخيط. بتتأكدي كل شوية ان انتي مش مش مرحلة العيون كده. اهم حاجة العيون تبقى في السنتر هنا. غرزة قدام غرزة اهو. وتخيطي وتمكني كويس. طيب انتي مسلا مش سال كانت تعملي كده ممكن. بدبابيس ابرا تشبكيها كده على بتخيطي. تسبتي كده تسبيطة بسيطة. انا بقى هكمل خيطة الراس ونجح. اهي بنات بعد ما ثبت الراس بتاعتي. بعد كده هنركب نركب ايه الودنين او القرون براحتنا بقى هنشوف هنركبهم ازاي. تعالوا يا بنات نعمل الحواجب الاول نترزها الحاجب. هنجيب خيط البني او السود براحتك. لو مش عندك خطة طريز او مش هتعملي بخطة طريز. انا هعمل بالخيط. اطاعي تاخدي منه. فتلتين من الخيط. افصليه عن بعضه كده. عايزين حتة منه. بعد ما قطعنا جزء من الديفة هنلضمه في الابرة بتاعتنا. اللي هنطرز بيها الحاجب. وتحددي مكان الحاجب بتاعك. دبوسين ابرة. بص كده يا بنات. فوق العين هنا كده اهي من ناحية دي. نسيب ادي سطر التاني. فوق التاني على طول. بسنة كده بنحط الدبوس الاوليني. ونيجي عند اخر العين فوقها بسطر واحد مش باتنين سطر واحد اهو ونحط الدبوس التاني. علشان يبقى الحاجب واخد الميل ده كده. شايفين الميل ده كده. هندخل من هنا. من عند الدبوس ده. وهنخرج من مكان الدبوس التاني. وشوفي كده الحاجب اهو. شكله زريف كده. جربي الاول قبل ما تاخدي الخطوة دي. اهو انت كده شايفة شكله. حل. خلاص تمام. هارجع ادخل تاني من المكان ده. واخرج من نفس المكان اللي قديه. اهو. وايه دي اول حاجب. هعملها مرة واحدة بس كمان انا اهو. زي ما انا هنا كده هارجع ادخل من هنا. واخرج. بس المرة دي بقى هخرج من فين? هخرج من الفتحة اللي فوق هنا دي. علشان هقطع الخيط خلاص. اهو. تمام? طب والخيط المدلي ده عم متدلي ده عم في ايه? تدخلي من نفس المكان ده كده بالابرة وتخرجي من المنتصف من هنا برضو من فوق. اهو. دخلتي بالابرة من غير ما تلضمي ولا ايه حاجة. تمام? وترجع بعد ما تدخلي الابرة تلضمي الخيط علشان تسهل عليك لان الفتحة لعندي قسيرة. اهو. لحزة لضمها. وبعد ما لضمت الخيط هشد الابرة هتتسحب معي الخيط لجوه. تمام? ويبقى كده. عملت اول حاجب. اول حاجب. الناحية التانية هحط برضو الابرتين بصوا في نفس السطور بقى اخودي بالك انت خلاص كده عام للسطرة هتحددي فوق العين دي على نفس السطرة اهيه. فوق العين اهيه من المقدمة. وعلى نفس السطر اللي فيها العين الجزء اللي تحت التاني اهو. اهو. وعلى نهاية العين بتحطي. وتعملي بنفس الطريقة. بتقطعي بقى الخط بتاعك ده. طلدمي وبنفس الطريقة بنعمل الحاجب التاني. وهي بنات بعد ما عملت الحاجب التاني. بعد كده هنركب بقى زي ما قولنا الاجزاء بتاعك. هتحتاج جدا يا بيس الابرة علشان تحددي الاماكن اللي هتركبيها فيها. القرنين اهو. وجنب الدايرة بتاعتي. البداية اللي هنا اللي فوق على طول. هنحط هنا كده. واحدة ونسبتها بدبوس ابرة. وتزبطي كده الاماكن الاول انت في اديك. تزبطي الاماكن كلها. والتانية في الجهة التانية اهي جنب. الدايرة على طول بردو. وتسبتي بدبوس ابرة. بصوا بقى وانا بسبت ايه اللي حصل. كويس اللي حصل كده عشان الفت نظر كلها. شايف بداية السطر الاصفر والنهاية طبعا لان احنا شغالين حلزوني فده بيحصل بيبان للأسف بيبقى كده. طيب انا هسبت على الشكل ده. لأ. هرف القرن بتاعي ده كده. ماشي. وعايزة. دي. طبقا ور. اللي هي الفرق اللي احنا قلنا عليه ده. يبقى في الخلف. وتسبتي القرن بتاعيك بتدبوس كده. اي حاجة واحنا معانا كده في الدبوس بتتحددي المكان. بتزبطي بتعملي كل حاجة. وانتي لسه مخيطيش. بعد كده بعد بتسيبيها متسبتها كده بدبوس الابرة. وتلضمي الخيط بتاعيك اللي احنا سايبينه. وتخيطيها. في الرأس. ايه بعد ما لضمت الخيط. بتخيطيها بقى في الرأس. بتدخلي كده في غرزة. طبعا الخيطة بتتبق جمدة شوية علشان خاطر. الغرزة طبعا ديقة. شدها بس. تمامتي اول غرزة. ده الميدور بقى بتسبتي. من تحت من الجزء من اخر مكان غرز هنا. مت يعني ما تدخليش من النص من فوق كده لقى من هنا. غرزة كده اهي. وتلقطيها مع غرزة في الراس. وهكزا بقى لغاية ما تسبتي. القرن كله. فريدي بقى طلعت معي كزي ما عملت معي كده من مكان بعيد. هتعملي ايه? هتطلعي من فوق كده وتخيطي. لأ طبعا. تدخلي تاني من نفس الغرزة اللي هي طلعت منها كده من جنبها على طول. وتطلعي هنا. مكان ما بتخيطي فوق في الارن. شايفين? ولقوا فيها تاني. وخيطي. وهكزا بقى الخيطة ايه? مع نفسك كده. هخيط انا بقى. اسبت الارن ده. الارن ده. وارجع لكم. بعد ما ثبت الارنين بتزبطيهم بايديك كده بياخدوا يعني مش بيبقوا طلعين ووقفين كده بيبقوا اخدينه كده كيرفز هنا كده. بعد كده بتجيبي الودنين. وبنثبت برضو بالدبابيس. بنسيب سطر هنا من بعد الازن. اهو. وعندي التاني. ونشبك بدبوس. وبرضو تشوفي المكان. هل المكان ده كده مناسب? ولا لأ. والناحية دي برضو كزالك. من تحت الازن. بسطر كده. اهو. وتحطي. الودن التانية. بتشوفي بقى ان كنتي محتاجها تنزل سنة. تطلع سنة. انتي ورؤيتك للموضوع. لان الزرافة في ايدك انتي. هسبتها بنفس الطريقة اللي سبتت بيها الودنين. هخيطها برضو كده. ونرجع ان شاء الله نكملها مع بعض. اي دي شكلها يا بنات. شوفوا شكلها بعد ما سبتنا الودنتين. شكلها بقى جميل. ازاي ابتدى يبن لها ملامح. بصوا الحجم اهو. الحجم مش بعيد عن بعض. قريب. الفرق بسيط خالص. دي اختها الصغنانة. هنجيب بقى البقء الابيض اللي احنا عاملينه. هنحطه هنا تحت العين على طول. اهو. كده. في المنتصف. وبرده بدبوس. وسبتي كده علشان تعرفي تخيطي ايه. اهو. كده. اهو. سبتناه. ولا ضمنا الابرة في الخيط الابيض ده. في طرفه. اهو. بعد ما سبتتها هنخيطها بقى. خدي بالك وانت بتخيطي ما تطلعيش بعيد عنها علشان احنا كنا بنخيط براحتنا وبمزاجنا واحنا شغالين بالخيط اللي اصفر فاصفر. لكن دلوقتي احنا بنخيط بابيض. فناخد بالنا. كويس قوي واحنا نخيط. اهو يا بنات. تمام? هتمشي بقى ايه? عليها كده. تسبتيها. طيب. فرضنا انتي عايزة تريحي نفسك من الخياطة بتاعة البق. الكلام ده في البق بس لا ينفع في الودان ولا في القرون ولا في ولا في الادراعات. في البق بس ممكن تروحي جاي. جايب البتاق البق الابيض ده. وآ وحت على حرفه داير ميدور آآ بمسدس الشمع. وتقومي لزقيه. بس الكلام ده في البقق فقط ما ينفعشي في الاجزاء التانية. تمام? وتخيطي. انا بقى هكمل خياطته. هكمل خياطة البقق. ونرجع. ومن قبل ما نرجع. هوريكو بعد ما نخيط البقق اصلا هنعمل ايه? بعد ما بنخيط البقق طبعا احنا قفلين الدراعات كده. في المكان في السطر ده. بصوا. اقاملين سطور الرقبة اهيه? السطور الرقبة كانوا تلات سطور واحد اتنين تلاتة تلات سطور تحتهم بسطر. هنا كده. اهو. خلي الخياطة كده الجوة. زي ما قلنا ما نخليش الايد كده دي او التغيير الخطيبان. هنعمله كده هنحطها كده في الجنب. ونشبك بابرة. دبوس ابرة. اهي الايد. والايد التانية على محازاتها برضو. وتشبكيها. برضو بدبوس ابرة علشان تشوفي المكان مظبوط ولا لقينك ممكن تجي تخيطي دبوس لكي خيطتها كده او خيطتها الورا. لا. توسطانيها كده في الجنب اهي? بدبوس ابرة. وبرضو هنخيطها بنفس الطريقة اللي خيطنا بها اللي الاجزاء كلها. هنخيطها في الجسم. منين? من من فوق من عند الحتة اللي احنا كنا بقفلنها دي. هنخيط الايد دي. والايد دي. وهسبت البق. وارجع لكم ان شاء الله علشان نعمل البقع دي. هو بعد يا بنات ما خلصت وركبت الدراعات. وكده خلاص ركبنا اجزاء هبائي بس البقع دي. طبعا البقع دي اختيارية اه زي ما تحبي. هي سهلة خالص. بالخيط البني. وهنعمل ماجيك رينج. هي كل اللي فيها هي ماجيك رينج وتمن غرس حشوة عليها فقط. ايدي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. ونشد الخيط بتاعنا كويس. ونقفل ونقفل بمنزلقة. ونقطع الخيط بتاعنا. حتة برضو طويلة شوية علشان التسبيت. هتعملي بقى كم بقع هتعملي تلاتة. اهي. هي بس كده البقع. وبتسبتي الخيط بتاعك كده تحت اهي هنا. ماشي. عايزة تخيطيها خيطيها. بمسدس الشمع وتلزقيهم برضو برختك. هتعملي التلاتة وتحطيهم على الجسم كده. ونبقى خلاص خلصنا الزرافة بتاعتنا. اهي. اتمنى تكون بسيطة وتكون سهلة عليكم. اه هسيب لكم تحت اه في صندوق الوصف جروب الواتفاب اللي انا بعمله عليه المتابعة بتاعة الورشة للزرافة دي. عشان كل جزء تعملي فيها تورهولي. اه لو في اي غلطة في اي حاجة هنصححها مع بعض. لو في اي سؤال لكم ممكن تسيبهولي. يا اما في التعليقات. يا اما اه لو في جروب المتابعة تمام اوكي براحتكم. اه اه اتمنى تكونوا استفدتوا من الورشة الزريفة بتاعتنا دي. واشوفكم على خير. اه ما في حاجة مهمة قبل ما اقفل. لو حبها هتركبي هنا هتركبي العليقة بتاعة الميدالية. وسيمشوا عندي دلوقتي. هتركبيها هنا عادي بالحلقة بتاعتها وتخيطيها بنفس الخيط الاصفر. وتمام بس على كده. اشوفكم على خير. وما تنسوش اه تعملوا اه لايك لو عجبكم الفيديو. واشتراك للقناة لو مش مش اشتركين. اشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة